كلنا بقى او معظمنا عندنا الجرابات الشفافة دي اول كده ما تصفر معاك بتبقى شكلها وحش جدا هنعمل بقى فكرة سهلة وبسيطة جدا هنرجعها بقى معانا جديدة وزي الفل هجيب بقى معايا الورنيش او الغرق او السمغ اي حاجة متوفرة عندك اشتغل بيا مفيش اي مشكلة خالص وهجيب بقى فوشة السنين طبعا تكون بقى قديمة عندك كده وما بتستخدماش او اي حاجة كده تحط بيها وهتخدي بقى من الورنيش وهتحطي بقى على الجراب بالشكل اللي انتو شايفينه دا كده حطيت الورنيش من فوقه من الجناب ما تنسيش الجناب عشان يبقى شكله معاك حلو في الاخر وهتجيبي بقى اي لون جليتر اللي هو البرونزي هتلاقيه في اي مكتبة هاتي كده اي لون انت بتحبيه وتفضليه وهتبدأ يترشيه معاك بالشكل اللي انتو شايفينه دا على الجراب عايزة اقولك بقى هنا ممكن تحطي لونين او تلاتة او ممكن تسيبيه كده لون واحد زي ما انا ما بعمل هيبقى شكله معاك حلو في الان وهنفضه بقى كويس جدا من اي زيادات فيه وهبتدي برضو اعمل من الجناب اتمنى بقى لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو متنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد شايفين بقى ما شاء الله شكله جميل جدا معايا ازاي وطبعا كل البرونز اللي وقع مش هنرميه هنحطه في العلبة تاني وصيبيه في اي مكان فيه تهوية عشان ينشف معاك وبالشكل ده الجراب نشف معايا وبقى تمام شايفين بقى ما شاء الله شكله جميل جدا معايا ازاي يعني اكنك كده مش تريام مش عاملا ان شاء الله تجرب الفكرة ديت وتعجبك جدا واتمنى بقى لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو متنسيش بقى تعملي مشاركة عشان الكل يستفيد واتمنى بقى تنوريني واتدوصي لايك ومتابع عشان يوصل الكل جديد انا بنزله باذن الله